وننتضم لنا من إبل السقي في جنوبي لبنان مراسلة العربي جويس الحاجخوري صباح الخير جويس جيش الاحتلال يقول أنه هاجم خلال ساعات الليل مواقع تابعة لحزب الله في الخيام وكفار كلا ماذا خلفت هذه الهجمات الإسرائيلية وكيف يبدو هذا المشهد الصباح اليوم في جنوبي لبنان وهل من ترقب هذا اليوم لتطورات جديدة خاصة بعد ما جرى في منطقة عرب العرامش الذي استهدفه حزب الله يوم أمس بصاروخ خلف حصيلة كبيرة من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي ليل صاخب يحيى كان هنا تحديدا في القطاع الشرقي تيلت فترة الليل كان هناك قصف وغارات إسرائيلية على بلدة الخيام تحديدا سبع غارات وأكثر من مئة قذيفة تم إطلاقها باتجاه هذا البلدة الغارة الأولى عندما حاولت فرق الإسعاف التوجه إلى المنزل المستهدف ولكن بسبب كثافة القصف المدفعي واستمرار الغارات الإسرائيلية كان من الصعب على فرق الإنقاذ الدخول إلى هذا البلد وحتى هذه الساعة لا معلومات عن حصيلة ما إذا كان هناك إصابات أو حتى شهداء في هذه الغارات التي حصلت على بلدة الخيام ولكن الغارة التي حصلت أو الغارات التي حصلت على بلدة كفركلة أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء حتى هذه الساعة تم الإعلان عنهم بشكل غير رسمي ولكن تبلغ ذوهم بذلك بهذا الاستشهاد في بلدة كفركلة كان ليلا كما ذكرت صاخب جدا طلت هذا الليل حتى فجر هذا اليوم كانت الغارات تستهدف هذا المنطقة تحديدا وكان القصف المدفعي والقذائف الفوسفورية تطلق باتجاه تحديدا بلدة الخيام وكما ذكرت عدد الإصابات وما إذا كان هناك إصابات لم يحدد بعد ولكن المؤكد أن هناك عدد من المباني تم تدميرها جراء هذه الغارات التي أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية باتجاه بلدة الخيام قبل ذلك كذلك كان هناك استهداف كما ذكرت لي سهل إعادة في بعلبك في أحد الردود التي نفذها الجانب الإسرائيلي على عملية عرب العرامشة العملية التي وصفها حزب الله بأنها عملية مركبة جرى خلالها إطلاق مسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة هناك ترقب يحيى ما إذا كان هذا الرد قد انتهى عند غارات الخيام وكفر كلا أم أن التصعيد سيستمر هذا اليوم حتى هذه الساعة الأمور هادئة خصوصا وأن القصف استمر حتى ساعات الفجر الأولى ولكن نترقب ونتابع ما إذا كانت التطورات التي حصلت يوم أمس ستؤدي إلى مزيدا من التصعيد اليوم تحديدا في هذا القطاع القطاع الشرقي الذي تركزت فيه يوم أمس هذه العمليات علما أن عمليات عرب العرامشة تمت من القطاع الغربي لجنوب لبنان ولكن الرد كان في القطاع الشرقي هنا يحيى أشكرك جزيلا مرسلة العربي جويس الحاجخوري من إبن السقي في جنوب لبنان ترجمة نانسي قنقر